الملعب من الطبيعة دي أو بالشكل ده ممكن يخلينا نغير طريقة اللعب من وجهتنا هدخل معك كرة على طول كده يعني يعني موضوع الطريقة ده الملعب ما يغير لكش طريقة لعب يأثر عليك اه يأثر على شغلك لو انت بتبدأ من تحت شوية ممكن يأثر على الباص بتاعك على الاستلام مستر مسلماني من ساعة ما جاء واحنا حاسين ان الكرة دايما من رجل للرجل الاعتماد على الكار الطويلة قليل في أدية الحدود فبتهالي ممكن ده يعني يتعبنا شوية اذا كنا بنعب دايما على الارض وبنسلم رجل للرجل في لعب سيأتي بقى مشكلة شوية لما الملعب يبقى بالسوق اللي احنا شوفناه دوت ممكن يأثر على الفرقة اللي ما تلعبش طويل اللي بتلعب زي ما حضرتك قلت من رجل للرجل كده ولكن برضو التمرين مرتين او ثلاثة على الملعب ممكن يعني يحسس اللعيبة شوية بالملعب بأماكنهم بالأماكن السيئة في الملعب برضو ان شاء الله يعني موتش بعد بكرة ان شاء الله بقى كويس ان شاء الله يا رب تبقى أرضية أفضل يعني من اللي احنا شايفينها يعني ان شاء الله شيء مجهد الحقيقة وانا هرجع للبدايات يا بداية كلامي في وجود حضرتك معنا شيء مق يعني احنا ما بنلعبش ومجهدين الحقيقة فكرة انك انت تبقى طول الوقت بتطارد البطولات ومطالب منك انك انت تكون رقم واحد في كله مسابقة بتدخلها يعني آه كرة القدم للمتعة ولعيب الكرة بيحب انه هو يلعب عشان يتمتع لكن فكرة انه لما تكون لابس تيشت نادي الاهلي تبقى مطالب انك انت كل مطش بتلعبه مطالب انك انت تكسب وكل بطولة بتلعبها مطالب انك انت تاخدها اعتقد انت جربت ده موسم هو نص كابت ان احمد مع الاهلي هو قدر سبحان الله يعني قدر الاهلي والاهلوية واللعيبة بتاعت الاهلي والأجهزة وحتى الجمهور دلوقتي بقينا خلاص يعني بتخلص من بطولة العشرة من قبل ما نخلص اصلا قبل ما نفرح لسه ما فرحناش فالعشرة جاية فده بيدل ان النادي ماشي في طريق كويس ان كل الناس بيت عندها طموح عالي الطموح زاد لان البطولات ما شاء الله يعني بتخش البطولة بتاخدها اللي وراها بتاخدها مفيش حالة الحمد لله بتعديه إلا يعني قليل جدا فده بيزاود طموح حتى عند خلاص بقى عند حتى الجمهور يعني يعني طبعا بيدي ضغوط كبيرة جدا على الأجهزة الفنية بيدي ضغوط جدا على اللعيبة الموضوع فيه لود بس خلاص